بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا في جليس كده يخلي الواحد يحس بالوسع وفي جليس يخلي صدرك ضيقا حرجا الجليس اللي هنتكلم عنه النهاردة جليس من أوسع الجلساء اللي ممكن يحسسوك بالوسع جليس رائع بس أول ما نيجي نتكلم عنه تلاقي الناس اتخذت وبقت عندها حساسية مع أن الجليس ده لوحده كده دخل حد من الجنة يعني الجليس ده دخل ناس الجنة معقولة الجليس ده بذاته كده لوحده كده دخل ناس الجنة أيوة الجليس اللي جيه في بالك ده اللي هو ايه المسامحة أكثر الكلاساء اللي ممكن يفتحوا لك باب راحة البال ويخليك تعيش بصفاء هو جليس دايما بيشف الصدور ويجعل قلوبنا مليئة بالنور وهو المسامحة آه والله تلقى الإنسان دايما اللي بيسامح ده ماله خفيف حموله مشتئيلة وقلبه دايما مصان من نار السواده وهي في نار السودة ينهر بيض شوف يا عيسيدي عد النار السودة اللي أنا أقولك عليها نار الغيل نار الانتقام نار الحقد نار الإحساس بالمظلومية كل دي نيران سودة والعزب الله لكن أقرب طريق لسلامة القلب هو المسامحة عارف ده باب واسع أو لإيه باب واسع يودك لإيه إلا من أتى الله بقلب سليم باب واسع لسلامة القلب فكذين الصحابي اللي جاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو داخل كده قال سيدخل عليكم رجو من أهل الجنة ثاني يوم سيدخل عليكم رجو من أهل الجنة ثالث يوم سيدخل عليكم رجو من أهل الجنة فسيدنا عبد الله بن عام قال والله لازم أعرف الرجل ده استحق ده بإيه فبقى بقيت عنده تلات يم لا يما بيعملش كتير عمل يعني الرجل ده مش بيقوم الليل كله مش متصدق بكل ماله فرح سأل الرجل قال له يا سيدي رسول الله قال فيك كيت وكيت 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 قل لي أنت بتعمل إيه قال له الله لا أصنعه كثير ليس دي كثير عمل إلا أنني أنام وليس في قلبي شيء لأحد يا سلام ولذلك إيه اللي حصل هتلاقي الشخص ده بالضبط كده عامل زي أهل الجنة طب أهل الجنة فيهم صفة بتقول إيه ونزعنا ما في صدورهم من غيل إخوانا على سر المتقابلين وعشان كده عايز تسترد إنسانيتك عود نفسك على المسامح فالناس اللي هم المتسمحين دول هم والله الاحتياط الإنساني في حياتنا الناس اللي هم المتسمحين دولا الاحتياط الإنساني في حياتنا لما يجي الواحد هيحرقه الغل ويحرقه الحقد ويضيق يروح للناس المتسمحين دول ليه؟ عاملين بالضبط زي البرد كده زي مطر زي المطر لما ينزل على الأرض وهي في قمة النار فيطفيها عارف المسامحة دي قطعة من قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيا خيرا كثيرا يبقى دا المعنى اللي بيحسسنا بالوسع فنتجاوز ونتغاضى ونحس إن احنا مرتحين البال الشخص المتسمح دا على قدم أنور مخلوق خلقه الله ماشي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا المشركين إيه اللي حاصل؟ لما أزوه عمل يا حضرة النبي ما استناش إنهم يعتذرونه حضرة النبي مباشرة قال اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون فحضرة النبي اللي هم أزوه ولسه في المعركة كان بيدعوهم ولسه في المعركة فحضرة النبي فعل ثلاث حاجات دعا لهم اللهم أهدي قومي وبعدين نسابهم لنفسهم ثالث حاجة إيه؟ واعتذر لهم فإنهم لا يعلمون ودائما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصينا ويعلمنا يقول لنا إيه؟ خيرهم والذي يبدأوا بالسلام لما إلي حاصل يطلاق المسلمين وهم كل واحد فيهم زعلام التاني فيعرض وهذا بوجهه ويعرض وهذا بوجهه مين بقى الأحسن يا رسول الله؟ قال خيرهم والذي يبدأوا بالسلام يا سلام والله سبحانه وتعالى يقول لنا وإن تعفوا أقرب للتقوى يبقى الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ لما الواحد اللي يعفوا ده الأقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير يا سلام يبقى إيه اللي حاصل؟ أنت بتحبش إن ربنا يعفو عنك ويسمحك ما هو المسمحة دي بتجلب إيه؟ بتجلب مسامحة هالجزاء والإحسان إيه إلا الإحسان؟ وعشان كده من معاني المهمة للمسمحة معنى بيغيب على كتير من الناس هو تقبل الإنسان تقبل الشخص تقبل إنه هو بشر لكن مش معنى التقبل إن أنا أشوف الأخطاء واعتبرها مش موجودة لا خارج لأن أنا أشوف الأخطاء وأعرف إن أنا متعامل مع إنسان وما يبقاش معنى المسمحة إن أنا أستعمل نفسي زي ما بيقوله لكن معنى التقبل للإنسان إن أنا أفصل ما بين الخطأ وما بين المخطئ ده جزء من المسمحة فلما أفصل ما بين الخطأ والمخطئ أقول آه إن الخطأ موجود بس أنا أقيم الموقف بشكل صحيح وده جزء من التسامح على فكرة إن أنا أفصل الخطأ عن الإنسان أنا مش أقبل الخطأ لكن الإنسان في ذاته لو إنه أصلح وأحسن أهلا وسهلا بيه ولذلك التسامح المتزن ما فيوش تفريط يعني ما فيوش تفريط يعني ما فيوش تقبل للإنسان مع المهانة والإنسان يكون مسامح لدرجة إنه هو يستهلك آه واحد يقول لي الله يبارك لك إحنا كنا عندنا بنحس إن المسامحة دي فيها إن الواحد يزل نفسه ويعمل نفسه للناس مدأس ويسيب الناس تهينه لا 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 ما حدش قال كده لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه قال أنا يتحمل من البلاء ما لا يطيق وإنما اللي إحنا بنقوله نوع من أنواع ماذا نوع من أنواع المسامحة ويمنع أذى عن الناس ويكون متزن من أمثلة التسمح المتزن بقى ما قاله زيد وهو أحد أحبار اليهود فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة آتيه يعني إيه اللي حاصل أجل مال لرسول الله صلى الله ليه مال عند رسول الله فأجله بس جيه قبل المعاد فشوف سوء الأدب بقى فأخذ بمجامع قميص رسول الله عمل كده بمجامع قميصه ورداء ونظرت إليه بوجه غليظ بيقوله أنه هو بيحكي وعمل مع رسول الله جاله قبل المعاد وأخذ بمجامع سياب رسول الله وبصله بسواب غليظ يبدو أنه كان عامل إيه كان مرتبه من الأول وقال لرسول الله ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطالب لمطلن ينهى ربيت على سوء الأدب والأخلاق ولقد كان لي بمخالطتكم علم ونظرت إلى عمر عينه على سيدنا عمر سيدنا عمر ده اللي بيغير على حدث النبي وعينه على سيدنا عمر عا يعمل إيه وإذا عينه تدوران في وجهه كالفلك المستدير يعمل إلا حاصل بس منتظر إشارة من حدث النبي ويقطع ثم رماني ببصله أنا بصله بصله إيه يعني عشان يردعه فقال يا عدو الله أتقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى يعني عايز بيقوله أنت ما حدش ما لعينك فالذي بعثه بالحق لو لما أحاذر إلا حاصل لو لما أحاذر فوته لدربته بسيف رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه ينظر إلى سيدنا عمر في سكون وتؤدى بيهدوا ثم قال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا إيه يا رسول اللي كنا محتاجين إيه بها أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب معقولة بعد كل العمله ده يا رسول الله وبعدين شوفها يقول لي سيدنا عمر إيه اذهب به يا عمر وأعطيه حقه وزد عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته وفي رواية فزعته إيه ده إيه المسامحة والجمال ده إيه الروعة دي ولزيك إحنا عندنا مجموعة من قواعد في التسامح ليس معنى التسامح إنك لا تقدر الموقف ولا تقيمه تاني حاجة عشان تتسامح لازم تفرق بين الفعل والفاعل فأنا متقبلك متقبلك أنت لكن مش بتقبل اللي أنت عملته وبعض الأحيين التسامح معناه أني إيدي في إيدك إيه اللي حاصل؟ إيدي في إيدك نوقف الفعل ده السيء ومش معنى أني أخدت موقف أني لا أتقبلك فأنا لا أتسامح معك لكي تبقى كما أنت ولكن أتسامح معك لكي تكون أفضل مما أنت عليه الآن ولذلك مش هقدر إن أنا أتسامح وإنت حاطت ما تحاولش تسمي إن أنت نفسك متسامح وإنت حاطت كرمتك بينك وبين الناس حاطت كرمتك بينك وبين الناس في النص يعني ما تحطش مواقف وتاخد كل الكلام على كرمتك لأن في أوقات كتيرة ده ملوش علاقة بالتسامح وهي في الحقيقة المواقف دي ما تستحقش إنك تستدعي فيها كرمتك لأن أنا ممكن أكون شخص حساس ومحتاج أتغير فالشخص الحساس بيحط كرمته في كل حاجة في كل صغيرة وكبيرة ففي اللافتة ففي اللافتة والكلمة والحركة كلها إيه اللي حاصل كلها واقف أنت مسترس على السين أي ده تب يبصلي تب ينظرلي تبين وما أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالوا له يا رسول الله بيشتموك قال إنهم يدعون مزمما ولست بمزمم إنما أنا محمد يا الله على رسول الله أنا مش واخد بالي من الإساءة اللي هما أساوها دي ولقد ولقد أمروا على السفيه يسبني فأمروا ثم أقولوا لا يعنيني رابع حاجة لازم من أسس لتساعدك على مسامحة ما ينفعش تعمل عداد للتسامح عداد للتسامح فتعد الغلط على الناس يعني ما ينفعش إنك تقف للناس سمحتك مرة ثلاثة دا مش تسامح وليس ومش من معنى التسامح بأي شك من أشكال إن أنت ما تخليش فيه خطوط حمرة لازم يبقى فيه خطوط حمرة في التعامل مع الناس وإلا دا ما تبقاش تسامح دا يبقى أنواع من أنواع البلادة ولزيك الإمام الشفعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو بليد ما بلاش البلادة دي ولكن لازم يبقى التسامح ليه علاقة بالإصلاح عشان كده إحنا عندنا هرم للتسامح بيبدأ بالتغاضي لما يحصل حاجة كده كأنك مش تفتحش ثم العتاب لما يحصل حاجة قوية أوي تروح تعمليه تعاتل ثم تاخد موقف فإذا أخذت موقف يبقى أخذ الموقف يكون في الخطوط الحمرة في الأعراض في الفساد فالفساد ما فيهش تسامح يعني لما يكون فيه حد فاسد أنت مش هتسامح مش بالحق فالخطوط الحمرة أكترى من زيك رسول الله سلم كان إلا حاصل لا يغضب لنفسي حتى إذا انتهكت حظمات الله لم يستطع أن يقوم في ويه أحد يبقى إيه الخطوط الحمرة مش هينفع فيها فأنا ممكن أتغاضى عن حقي إلا حاصل كمان وممكن أعاتب لكن أكيد في الخطوط الحمرة مش عامل كده من الخطوط الحمرة مثلا إن أحد الزوجين يتعطى مخدرات ده مش محل تسامح على فكرة أو أحد الطرفين يكون ليه علاقات متعددة علاقات نسائية متعددة أو زوجها ليه علاقات ده مش محل تسامح ده يعني إيه مش محل تسامح يعني ده محل أخذ موقف نوقف ونتناقش ونحاول نصلح ده ولازم ده يتغير يعني إيه لو واحدة زوجها مد من مخدرات لا لا ده مش محل تسامح على تغاضى أنا على تغاضى ما قال تغاضى ده طوالي بيخليها يستمر في دمان المخدرات إذن فمش كل حاجة نوقف صدى ومش كل حاجة نعاتب عليها ومش كل حاجة نتغاضى عنها لازم نتدرب على فن التسامح فالتسامح فن فلازم نفهم ده التسامح مش بس فن التسامح كمعان عبادة عبادة من أفضل العبادات من أفضل العبادات إنك تسامح الناس لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس إيه ده؟ والله إيه؟ يحب المحسنين يبعيزا عايز ربنا يحبك وعايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك رزقك وعايز يكتب لك الجنة الخلط اعمل يا سيدي خليك متسامح إذن لازم تكون متسامح أقول لك حاجة لازم أقولها لك التسامح يا سيدي مش منا التسامح مش اختيار التسامح أمر من الله سبحانه وتعالى فعشان كده إلا حصل إنت مأمور بإنك أنت تسامح وسارع إلى مغفرة من ربكم لازم إذا كنت إنت مأمور بإنك أنت تسارع إلى مغفرة الله فسارع ليعفو وليسفح إذا أنت لازم تعرف أن أنت مأمور بالمسامح طب نعمل إيه بقى إيه الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها عشان تساعدنا أن نسامح أول حاجة من أهم الأشياء اللي بتساعدك على التسامح وساعة الصدر إيه هو إنك أنت تتوقف عن تتبع أخبار الناس عشان ما يبقاش الناس عندك ده وحش وده سيء وده خلقه زميمة وده والعزب الله شخص غير محترم توقف عنده وإزايك أنا بفهم بعد إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتحسس ألا نتجسس إيه اللي حاصل بعد كده وكونوا عباد الله يا إخوانا يبقى إيزا تحسس وتجسس بيخلينا نفقد علاقتنا ببعض وتسوق علاقتنا ببعض تاني حاجة لازم تتأمل كل يوم في نعم الله في حياتك عشان تحس إن أنت ممتلئ وما تحسس إن أنت عايز تأخذ موقف من حد عشان تحس إن أنت موجود أو تضغط على حد لا خالص مش لازم خالص تعمل كده تاني حاجة إيه جعل الله سبحانه وتعالى كل يوم في الصباح والمساء قول اللهم يا طيب اجعلني في الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين اللهم يا طيب اجعلني في الطيبين وطيب خاطري في كل وقت وحين الحاجة الأخيرة اللي أنا عايزك تختم بيها طول الوقت عشان أنت تقدر تكون من أهل المسامحة إيه اللي حاصل دايماً انظر في العاقبة في الآخرة لو أنك سمحت ما الذي سيحدث الله يحب المحسنين طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك لأنك أحسن ماذا سيفعل الله معك سيجعلك من ورثة جنة النعيم إذا كنت عايز تبقى من أهل الجنة خليك من أهل المسامحة إذا كنت عايز تدخل في جنة عرضها السماوات والأرض إيه اللي حاصل خليك من أهل المسامحة واكظم الغيظ واعفوا عن الناس الله سبحانه وتعالى سيكتبك في المحسنين يا رب سعدنا الكثير من الناس يقولوا إحنا عايزين نسامح بس إحنا مش قادرين لو عملت زي ما إحنا قلنا كده المسامحة تكون أقرب إليك من نفسك يا سادة إحنا ما زال بنا جسر الجسر ده ممدود وهي صفحتنا على فيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبالخصص لها وقت زي ما إحنا مخصصين وقت النهار ده كده لأسئلتكم حشان نجاوب عليها وإن شاء الله تكون جسر من نور بيننا إن شاء الله أول سؤال وصلنا بيقول إيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ثلاث أسئلة تفضل واحد على الكنيسة الشقة بالليل حرام يبقى ده سؤال من واحدة ست هال الكنيسة الشقة بالليل حرام اتنين أما بوس بنتي وهي نايمة حرام لما أحكي الجوزي عن أي حاجة بتزع عني من أمي ده صح ولا غلط وشكرا لحضرتك يا شيخنا على النصائحك الجميلة بتاعت كل حلقة ربنا يجعله في ميزان حسناتك شكرا لحضرتك أول سؤال هل الكنيسة الشقة حرام؟ لا الكنيسة الشقة حرام بالليل ما فيش أي شيء يدل على الحرمة لا من قريب ولا من بعيد ما فيش شيء يدل على حرمة كنيس وتنظيف البيوت بالعكس ده الحديث مطلقة في مسألة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وفي رواية إن الله نظيف ون يحب النظافة فالنظافة دي بالليل والنهار والصبح وليل كله متاح طيب السؤال ده بقى جمني بقى لأن السؤال التاني يقول أما بوس بنتي وهي نايمة حرام قال إحنا كده بتجدنا بقى أن ندخل في إيه؟ في الوسواس أيوة السؤال ده لابد إنه يكون جاي من خلفية وسواسية يعني السؤال ده لابد إنه يكون خلفية وخلفية إيه؟ وسواسية يعني اللي سألت السؤال ده هل كنيسة الشقة بالليل حرام؟ لا كنيسة الشقة بالليل ده أمر من الطاعة يعني كنيسة الشقة مطلقا كده دي طاعة لله لأن ربنا بيحب النظافة وإنتي لما تفعلي ده يبقى دي طاعة لله سبحانه وتعالى فكنيسة الشقة فكنيسة الشقة ده وتإيه؟ كنيسة الشقة ده وتطاعة لله سبحانه وتعالى طيب حاجة تانية أما بوس بنتي وهي نايمة حرام لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دي من السنن إن احنا نقبل أولادنا دي من السنن دي سنة رسول الله سلم قاله الأعرابي وهو رسول الله سلم قاعد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين على رجله وإن اللي بيحصل وبيبسهم فإن اللي حاصل فجاله الأعرابي قال له يا رسول الله أتقبل وأولادك إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فتقبيلك لبنتك من الطاعات وده تسابي عليه إن شاء الله طيب الحاجة التالتة لما أحكي الجوزي عن حاجة بتزععني من أمي ده صح ولا غلط لا ما تحكيش لجوزك عن حاجة بتزععلك من أمك لأن بعد كده الأمر ده ممكن ينقلب عليك لكن حول الموضوع ده إلى موضوع عام واسمعي نصيحة جوزك عنه كموضوع عام لأن أنا ما بحبش إن إحنا نحكي على أهالينا لأزواجنا لأن ده وخاصة إن في حاجات بتوجعنا عشان هم ما يجيوش ياخدوا موقف وبعد كده يتحولوا هم المؤذيين فأنا ما بحبش هذه الطريقة أنت بتقولي لي طيب أنت قلت لي صح ولا غلط فبقولك لا غلط ما تحكيش أشياء اللي بتدايق من أمك لإيه جوزك لأنه إذا خد موقف وزعل مع أمك أنت مش هتقدر تستغنى عنها لأنها من رحمك لأنها أمك أنت مأمولة ببرها فنيجي بعد كده هي تزعل من زوجك وبعد ما تزعل من زوجك إيه اللي يحصل بقى أنت خلاص صلحتيها وبقيته زي السامنة على عسل مين اللي يطلع سيء جوزك فلماذا ليه تحطيه في الموقف ده فما تحكيش أنت ممكن تسأليه أنت بقى أعمل إيه ولا حاجة طيب خطرك دي والدتك اللي كان السبب في وجودك وما تحكيش إيه اللي حاصل ما تجيش زر دي في وجع كانت توجعته أنت في بطنه ورزيك توكلة على الله وعليك بالمسامحة وعليك بالعفو وما تخديش في بالك وإن شاء الله كل حاجة هتزول وخلي بالك نصحتي لحضرتك خلي بالك من رسواسة وخلي بالك من الحساسية عشان إحنا يجب عشان نعيش مرتحين نبتعد عن رسواس ونبتعد عن الحساسية فاصل ثم نعود مرة ثانية عشان نستكمل أسئلتكم من باركة ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره وعندنا سؤال بيقول السلام عليكم يا شيخ أنا بقالي 22 سنة متجوزة واحد معايا أولاد يعني يعني كان زوج اللي زوجها سابقة وعنده أولاد منها وأنا مش بخلف جوزتهم كلهم في مرة قال لي كان فيه فلوس تحت مرتبة السرير السرير ده كنت نقلته من مكان أنا وابنه والنجار بس ما كانش فيه تحته حاجة فشك فيه وسرقني أنا وهم يعني وابنه والنجار بقى المهم ودانا مكان اسمه البشعة حتى اسمه بشعة ولا عزو بالله البشعة اللي بيحطوا فيها النار على لسانك وطلعت بريئة لا حاول ولا قوة إلا بالله وهو برضو مش مصدقني اتصلت على أخويا وجي أخدني أنا أعمل إيه تاني وهو مش مصدقني هلينفع رجع له تاني بعد ده كله السؤال ده هو السؤال أقرب إلى الاستشارة منه إلى الفتو واضح إن زوج حضرتك على اللي أنا بقرأه من من سؤال حضرتك إنه هو عنده ده الشك فيه ده اسمه ده الشك كده إنه هو شخص عنده حاجة كده شكاك وبيبقى عنده استبداد الشكاك المستبد ده الشكاك ده بيبقى دايماً بيشك في الحواليه دايماً شايف اللي حواليه بيتأمروا عليه دايماً شايف اللي حواليه طمعانين فيه دايماً شايف اللي حواليه بيحاولوا ياخدوا منه كل حاجة هو بيملكه ويخلوه لوحده كده طيب إنت بتسأليني إنت دلوقتي سبت بيتك وروحتي مع أخوكي في بيت أخوكي أو بيت والدتك فإيه اللي حاصل وإنت سبت البيت سبت البيت ليه لإن زوجك خلاكي عملت حاجة من الخرافة خرافة يعني يعيبتدي بقى يخليك تعملي حاجات من عالم الخرافة اللي زي إيه مثلاً زي البشعة كده البشعة دي عبارة عن خرافة خرافة ليه لأن ما ينفعش الحقوق الناس إيه اللي يحصل تثبت أو تنفى بهذه الطريقة اللي ما يرضعاش ربنا سبحانه وتعالى فأتهم حد أو أبرأ حد بلا شيء أنت بتقولين نهاية برأيتك لكن هو أصلاً مين اللي اتهمك مين اللي اتهم حضرتك أصلاً وليه تحطي نفسك في هذا الموطن هو راضي أو مش راضي على طول سبيه طب هنعمل إيه في الشخص الشكاك ده لا الشخص الشكاك ده يحتاج إلى وقفة حديك بتسأليني أرجع له ولا مارجعلوش لا أوفي قدام وقفة مش هو عايز يرجعك لو كان هو عايز يرجعك أوفي وليله لا أنت في الحقيقة قد يصل للحال أنه قد يكون محتاج إلى دعم نفسي يعني شخص بيقولك أنت خدت فلوسي أنا شفت الناس دي شفت الناس دي وإزاي حولوا حياة اللي حولهم إلى دمار فلوسي تسرقت طيب فلوسك ما تسرقتش حتى لو فلوسي ما تسرقتش أنا مش حاسس بالأمان معاك ليه يا سيدي عملت إيه أنا حاسس أن أنت بتتأمر علي وساعات بيبقى مرتبط ده بيه هلاوس بقى سمعية وبصرية وتبقى الحالة في غاية السوق فلو بتسأليني نصحتي إيه أنا نصحتي إن رجوعك يكون مشروط بإن هو لازم يروح يتلقى دعم نفسي ليه طيب لإن واضح جدا جدا إن اللي إحنا بنعيشه ده وداك المرة دي وداك البشعة طيب المرة جاء يعني خلي ركز فيك وصنع في عقلك عقلية الخرافة المرة جاء حصل إيه المرة جاء يعيشكم بقى إن الجن بتسرع الفلوس وإن وعندنا إحنا عندنا أولاد أو عنده أولاد الأولاد دولا محدش ربنا ربنا والأعلم وبيعمل إيه في حياته فلذلك إحنا لازم نستنقذه لازم نستنقذه يعني نكون عاون عاون الله على شيطان ولا نكون عاون لشيطانه عليه وتعاونوا على البر والتقوى إيه بقى البر في حالة صاحبنا ده إنه يتعالج من الشك اللي هو فيه ده اللي هو فيه ده وتشك شديد إنه يصل الحال به إلى هذا الأمر إلا إذا كان هناك أمارات تساعده على إنه يشك الشك ده بس واضح إنه شكه دائم فإذا كان شكه دائم بالصورة اللي إحنا شفناها ده وبيوصل المسائل إلى هذا الحد يبقى إيه اللي حاصل ينفع أرجع له أه طبعا بلا شك إنه هو ينفع يرجعي له بس أنت بتسأليني كلمة ينفع أرجع له أنت أصدق فيها نصحتك إيه عشان أرجع له بصورة صحيحة ما يتكررش فيها نفس اللي إحنا فيه دلوقتي ببساطة خالص أول شيء نطلب منه إذا كان هو شكاك مستبد بهذه الطريقة إنه هو يتلقى دعما نفسيا السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم السلام عليكم ما مدة القصر في السفر ولكم جزيل الشكر لازم نعرف إن السفر بتتغير أحكامه عن أحكام الحضر المسافة اللي وردت في حديث رسول الله سلم هي أربعة برد الحديث اللي ورده عن رسول الله سلم في مسألة السفر هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس اللي فيه قال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة لا تقصر في أقل من أربعة برد من مكة إلى عصفان والحديث دوة رواء كثيرة من أهل السنة زي الدرقوتني والبيهاقي والطبراني المسافة دي بتساوي بالمقييس اللي احنا فيها دلوقتي بتساوي 83.5 كيلو متر يبقى والرخصة اللي عندنا اني نجمع ونقصر في حدود أربع أيام بليليهن يعني نجمع ونقصر عشرين صلاة ويبقى المدة دي هي أقل مدة لا أربع أيام بليليهن هتتحسب إزاي يعني أربع أيام بليليهن يبقى عندنا يبقى عندنا اليوم الأولاني اللي مسافر فيه مش هيتحسب واليوم الأخير اللي مسافر فيه مش هيتحسب ويبقى فيه تلات أيام يبقى أربع أيام بليليهن يبقى إيه اللي حاصل لو نقع بقى إنه يبقى أكتر من هذه المدة إيه اللي حاصل هيعمل إيه يبقى هيتم كل الوقت اللي هو فيه يبقى من أول يوم بعد يوم الوصول يبقى يتم بعد أول يوم من أيام الوصول إذا كان ده إيه إذا كان عايقين مثلا أسبوع ولا عشرة أيام أكتر من المدة اللي هي أربع أيام بلاياليها يبقى إيه اللي يحصل يبقى عايقون متم السؤال اللي بعد كده زوجي تعرف على زميل ليه في الشغل زميلة ليه في الشغل وحبها وقلبه تعلق بيها لأنه سمح لنفسه وهو شايف أنه مش بيعمل حاجة غلط وأن الأذر هو اللي جمعهم أنا طبعا أنا حاس بموسيقى تصورية وراء الكلام ده وتعني الأذر اللي جمعهم وهو اللي يفرقهم كل ما تكلم معاه أنه حرام يقرب من واحدة لا تحلوا له حتى لو مجرد كلام يقول لي ده أدر أنا تعبت من الكلام ده تعمل فيديو وتنصح فيه الرجالة خصوصا اللي فاتحين بيوت يبقى جزاك الله خيرا يعني أعمل فيديو لمقاومة القدر بتاع الأزواج دول لا يا سيدي لازم نعرف إن إحنا عندنا حاجة أسمعها الحياء وحاجة أسمعها العفة إيه العفة دي؟ إن الواحد ما يفضلش كده سايب نفسه إيه اللي حاصل؟ يقالت الناس ويتكلم بالكلام الذي فيه نوع من أنواع نوع من أنواع عدم الاتزام بقواعد الحياء أو بقواعد العفة لا حفظ الفروق ما بيكونش حفظ الفروق إن إحنا نقع في الإيه؟ نقع في الفحشة بس والذين هم لفروجي هم حافظون لا يا سيدي ما بيكونش حفظ الفروق ده بإن أنت تعمل إيه؟ بإن أنت لا تفعل الفحشة لا يا سيدي ما تكونش زي الراعي يحوه حول الحمة يوشك أن يقع فيه ثم تقول لي والله ما فيش حاجة ما فيش حاجة إيه؟ وهي إزاي تسمح لنفسها؟ إيه إذا كانت عايزة تزواجها تقول لها أن أنت عايزين تزواجها ما تجيش تقول لها أنت ده أدر فلاش الطريقة دي؟ هقول لك حاجة إذا كان أدرك أن أنت تحبها فأدرك أن أنت تعف نفسك وما تخدش في ده يعني إيه اللي حاصل؟ من استطاع منكم الباقة فليتزوج حضرت النبي ما قال لناش واللي عنده أدر يستمر في الحب لا من استطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لما يستطع فعليه بالصيام فإذا كان ده أدرك سوم ياسيدي وعلى فكرة كسر الخاطر للمرأة معصية وظلم لما تيجي تقول لأماء وإياك أن تستدل بالقدر كان عندنا فئة تستدل بالقدر على أننا نعمل إيه؟ المعصية ده أدر ربنا خلاص وإن ربنا سبحانه وتعالى يقطب قلبك في القلوب التي لم تتسطر بستر العفة إيبه ده أدر برضه واللي أنت بتعمله ده معصية وبرضه أدر من عند ربنا وأدر ربنا عليك أن أنت تتوب من ده تتوب من ده ليه؟ لأن أنت قاعد تحوم وواضح أن أنت عايز تتعيش حياة الحب وبس تفضل تحبه ببعض لأن أنت حتى ما صارحت شزوجتك أن أنت عايز تتجاوزه أنت كل حكاية بتحبه ببعض طب والحب ببعض والكلام كلام الحب الذي لا يفضي إلى جواز هو ده ينفع يرضي ربنا ده هو ده كلام عفة كلام حفظ الفروق ولا كلام ولا عزب الله تمنيت الناس وإيقاع الناس في الفتنة ده واحد مفتون ده فتنة ولازم هو يمتنع عن الفتنة وفي ناس كتير تقول لا والله ألا إنهم في الفتنة يسقطوا يا مسيدي أنت مفتون فأنت لازم تخرج من الفتنة دي فكلامي ليه هو مش لحضرتك كلامي ليه هو هو المفتون هو اللي لازم يرجع عن ده هو اللي لازم يتق الله سبحانه وتعالى يا فرحتي وهو بيعمل كده وهي بقى إذا كانت متزوجة ولا مش متزوجة وهي بتتعلق به وهو في نفس الوقت مش قادر يتزوج وهو في نفس الوقت بيظلم وحده ويخليها تحس إن هي لا هي زوجة ولا هي أنثى كاملة ولا إن هي قادرة تقوم بي ده وإن اللي حاصل وكمان هو مش قادر ينفق على البيت ورايح يعمل الكلام ده وتبقوا البيت وصرتك وهل ده من العقل؟ هو من العقل إن كل واحد يبقى عنده احتياج ولا عنده شهوة يمشي وراه؟ مش ده؟ أفرأيت من اتخذ إله وهوى؟ ما أظنش إن إحنا مأمورين باتباع الهوى إحنا مأمورين باتباع القيم قيم دي هو طريقنا إلى الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتبع حضرت النبي في الأخلاق ليس هذا من أخلاق الأطهار ولا من أخلاق أهل الله هذه الحالة التي أنت فيها هذه حال فتنة هذه حال رضية وليست حالا مرضية تحاول أن تخرج من ده ويما شفنا الناس عملت ده ففسد عليهم جوازهم وفسدت عليهم حياتهم واضطربت حياتهم فما يدلوش يعملوا أي حياتين إلحى نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولو حصل أن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك أمرك خلاص تفاهم مع زوجتك لكن أنت في الحالة دي يا حال فتنة واتق الله في مرأتك اتق الله في زوجتك اتق الله في المرأة اللي هي ربنا كتب لك أن أنت تكون معاها في نعمة الزواج وإذا ما كنتش تكتفي بها فأنت متى ستكون حافظا لفرجك وماذا تكون حافظا لحياتك وأسرتك يا رب نهمنا عشدنا يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الذين يقبلون عليك وقد كسوتهم بأثوابي وبأستاري وبستري العفة وبستري كمان الحياء منك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حياء لكل من يحتاج إلى الحياء وعفة لكل من يحتاج إلى العفة اللهم اجعل قلوبنا عفيفة واجعل أخلاقنا شريفة واجعلنا يا ربنا من أهل الأقدار اللطيفة يا رب العالمين ارحمنا من أنفسنا ومن هوانا واجعلنا يا ربنا ممن رزقتهم الحسنة واجعلنا يا ربنا غرقا في التقوى يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا من أنفسنا واجعلنا في حصنك يا رب العالمين